موسيقى الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس الامريكي تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف سد النهضة مجلس النواب يوافق على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الاستراتيجي العربي شكري يؤكد خلال لقائه الرئيس محمود عباس في رمالة موقف مصر الدعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الثامنة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موعب طنوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل مرحبا بكم بحث الرئيس عبدالفتح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف سد النهضة صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي وأشار راضي إلى أن الرئيس السيسي أكد لنظيره الأمريكي أن مصر تهدف إلى استعادة توازن أركان الدولة الليبية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومنع تدخل الأوضاع الأمنية هناك من جانبه أبدى الرئيس الأمريكي تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعية السلبية للأزمة الليبية على المنطقة وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة حيث تم التوافق بشأن أهمية التوصل لاتفاق شامل يؤمن مصالح الدول الثلاث التنموية والمائية كما تناول الاتصال بحث بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقة الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وللمزيد من المتابع ينضم إلينا عبر الهاتف سيدة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق سيدة السفير بعد التحية ملفات مهمة وقضايا حيوية تناولها هذا الاتصال بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية هذا الاتصال في هذا التوقيت تقديري أن هذا الاتصال التليفوني يكتسي أهمية مضعفة أولا أن هذا الاتصال يأتي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني أمس وبعد لقاء السيد الرئيس مع مجلس أعيان وشيوخ الطبائل الليبية يوم الخميس الماضي من ناحية أخرى هو بيأتي في إطار الأخبار المتواترة عن استمرار الجسر الجوي بين تركيا وبين حكومة الوفاق الوطني والتعزيزات العسكرية التي تدفع بها حكومة الوفاق الوطني على مقربة من خط سرط الجفرة وبالتالي كان من الأهمية بمكان أن مصر على لسان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تشرح وتوضح موقفها وعناصر الحاكمة في موقفها بالنسبة لليبيا كما جاء في تصريحات السيد الرئيس يوم الخميس الماضي وكما جاء في بيان رئاسة الجمهورية أمس عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني هذه مصر أوضحت أنها تتمسك بالسلام وتتمسك بالوحدة الترابية واستقلال ليبيا وأن مستقبل ليبيا يحدده الليبيون أنفسهم دون تدخل خارجي وفي نفس الوقت أن مصر تقف بالمرصاد أمام الميليشيات المسلحة وأنها في حالة اقتراب الميليشيات المسلحة من الحدود المصرية مصر ستدخل دفاعا عن أمنها القومي السيد الرئيس كان من أهمية مكان أيضا أن مصر تشرح ما سبق أن أعلنه السيد الرئيس السيسي من أن خط سرط والجفرة هو خط أحمر وقد أوضح في ذاته أن هذه هي دعوة للسلام وأن هذا الخط هو خط وقف الاقتتال ولا غرض من وراء تحديده أي شيء آخر بالنسبة للموضوع سد النهضة طبعا كما تعلمين حضرتك أن من المفترض يوم 21 الجاري سيكون طاقة قمة أفريقية مصغرة برئاسة جنوب أفريقيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام وعلى أمل أنه خلال هذه القمة المصغرة وهي القمة الثانية خلال الأربع أسابيع الماضية أنها تحرز النتائج المرجوة وكما أكد السيد الرئيس للرئيس الأمريكي أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل بالنسبة لسد النهضة يخدم المصالح الدول الثلاثة مصر وسودان وأسيوكيا أشكرك سعادة السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق على هذه المدخل عملا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس دع الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس وذلك مساء الاثنين العشرين من يوليو الجاري للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهم قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات حضر هذه الجلسة التاريخية وزير شؤون المجالس النيابية المستشار على فؤاد واللواء ممدوح شهين مساعد وزير الدفاع وخلال هذه الجلسة جرى استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس برئاسة السيد رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية فلا الشعب يوما خذل الجيش ولا الجيش يوما خذل الشعب وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات وقد وافق المجلس بإجماع أراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهم قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الوطنية عطاء وانتماء وليست تربحا ولا ادعاء ورجال الدولة الحقيقيون هم من يحملون أرواحهم على أكفهم خدمة لوطنهم ووجه وزير الأوقاف بيان اليوم التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وصفا له بالقائد البطل العظيم الذي حمل روحه على كفه من اللحظة الأولى حبا لوطنه وخوفا عليه كما وجهت تحية لأبناء قواتنا المسلحة الباسلة الذين يحملون أرواحهم على أكفهم دائما لا يألون على شيء سوى مصلحة الوطن كما وجهت تحية لرجال الشرطة الشرفاء الذين يقفون إلى جانب قواتنا المسلحة حائط صد منيع في مواجهة كل من تسوي له نفسه النيل من أمننا واستقرارنا كما وجهت تحية لكل وطني شريف يكره العمالة والخيانة والخونة والعملاء ويقدر ويدرك معنى الوطن وخطورة التحديات ووجه وزير الأوقاف أيضا تحية لمجلس النواب المؤقر الذي يدرك حجم المخاطر والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية كما وجهت تحية لكل صحفي وإعلامي شريف يقف بقوة إلى جانب وطنه وقت الشدة ولكل رجال دين يدركون حجم المؤامرة والمتاجرة باسم الدين ويعمل على كشف الخونة والعملاء والمتاجرين بالدين مؤكدا أن هذا وقت لا مجال للحياد فيه وأن الحيادة في قضايا الوطن وبخاصة وقت الشدائد خيانة للوطن ودع وزير الأوقاف المصريين للوقوف وبوضوح صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلف قواتنا المسلحة الباسلة بلا أدنى مواربة ولا تردد قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي إنه تم رصد حوالي 19 ألفا من المرتزقة أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب ميليشيات الوفاق في ليبيا وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قد أفاد في وقت سابق بقيام تركيا بتحويل مدينة مصراطة إلى قاعدة لإدارة عملياتها وأنها لا تزال تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا وأضاف المسماري أن القوات المسلحة لم تنسحب من أي مواقع لها مشيرا إلى استمرار انتهكات تركيا في ليبيا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتوفير فرص عمل جديدة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال لقائه مع رئيس الوزراء ووزيري البيئة والتنمية المحلية على آخر مستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة وذلك في إطار البرنامج الشامل الذي يضم الجوانب الرئيسية للمنظومة وهي البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموقف المصري الثابت إذا أدعم الحكومة اليمنية الشرعية الحالية وكذلك وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية وشدد الرئيس السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء اليمنية معين عبد الملك على أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى للأمن القومي المصري وذلك في إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر من جانبه سلم رئيس الوزراء اليمنية إلى الرئيس السيسي رسالة خطية من الرئيس عبد رب منصور هادي التي تضمنت الإعرابة عن التقدير لمواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار اليمن والمحيط الإقليمي ككل ومشيرا إلى تطلع بلاده إلى تكثيف التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعيدة خلال الفترة المقبلة عقد أسام هيكل وزير الدولة للإعلام اجتماعا موسعا مع نظيره اليمني معمر الإرياني بحث خلاله سبل التعاون المشترك بين البلدين وخلال الاجتماع أكد هيكل على ضرورة وجود تعاون مستمر بين البلدين مهما كانت الظروف موضحا أن مصر لديها منهج وسياسة شديدة للوضوح تجاه اليمن حيث تؤيد وحدة واستقرار دولة اليمن الشقيقة وتدعم الحلول التي تضمن ذلك كما ناقش الوزيران توقيع اتفاقية للتعاون خلال الفترة القادمة تتضمن تدريب الإعلاميين والصحفيين على أن يتم توقيعها بين الحكومتين في أقرب لجنة عليا مشتركة بين البلدين من جانبه أشاد وزير الإعلام اليمني بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم لليمن أكدت وزيرة الدولة للهجرة والمغتربين في الخارج السفيرة نبيل مكرم على قوة وعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ جاء ذلك خلال اجتماع السفيرة نبيل مكرم مع علوي باف بافقي وزير المغتربين اليمني لبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات في ملفات الهجرة والمغتربين وقالت وزيرة الهجرة إن ملف المغتربين والمهاجرين يشهد تعاونا مستمرا بين الجانبين المصري واليمني خلال الفترات السابقة كما يأتي لقاء اليوم في إطار استكمال التعاون المشترك وتبادل الخبرات في هذا الملف بالإضافة إلى استعراض التجربة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي طلقى إشادة عالمية النهاردة بنستكمل بقى أوضاع الجالية اليمنية في الكثير من الطلبات وزير شؤون المغتربين مشكورا النهاردة وفاني احنا قبل كده كنا اشتغلنا على طلبات إنما عندنا استكمال لطلبات أخرى وده بالتأكيد حيكون بالتنصيق مع معالي وزير الداخلية وزير التربية والتعليم وأيضا وزير التعليم العالي إنما مع الحقيقة الطلبات اتنقشت أنا ومعالي الوزير فيما يتعلق به تبادل الخبرات وأخيرها أعلمته بالمركز الألماني اللي تم توقيع البروتوكول بتاعه الأسبوع الماضي وزي إن الدولة المصرية بتحاول إنها تسهل على العمالة إنها تشتغل في الخارج بطريقة شرعية بالتأكيد إنه مع ملف الطلبات من الجالية الألمانية اليمنية إن شاء الله حيكون في أيضا تنصيق وتعاون فيما يتعلق بتبادل الخبرات خاصة فيما يتعلق بالجيل الثاني والثالث والتواصل مع المصري في الخارج نحن نناقش مرحلتين مرحلولة استكمال بعض المطالب في التسهيلات ما نحاول تواجد الجالية اليمنية الجالية اليمنية هنا لله الحمد السجل لها الأمن نظيف لذي يوجد أي حوادث شركة فيها الجالية اليمنية مع عكرة الأمن في مصر الكل يحس إنه في بلده التاني لا يحس بأنه غريب أبدا ليس هناك فارق حتى في التصرفات أو النتيجة للاحتكاك المباشر فهنا نحاول إلى بعض الإقراءات المعينة التي تخفف بما يفيد الجانبين هنا وما يفيد وجود حتى رأس المال اليمنية الحكومة اليمنية أيضا تستهدف أن يكون مصر هي المقصد الرئيسي للرأس المال اليمنية خاصة في هذه الظروف والمقصد لليمنين فهذه المرحلة التي أدت إلى خروج اليمنين في الخارج بسبب لحدات الحرب في اليمن بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت مع رئيس وزراء اليمن معين عبد الملك آخر المستجدات على الساحة اليمنية سواء فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية أو السياسية أو الميدانية وأكد أبو الغيت على دعم اليمن في تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها مشيرا إلى أهمية تضافر المجتمع الدولي من أجل الوفاء بالتعهدات التمويلية التي قطعت في مؤتمر جينيف من أجل تجنب تعرض السكان للمجاعة والعمل على احتواء الوضع الصحي الخطير وأوضح أبو الغيت أن الاتفاق السياسي يظل المخرج الوحيد للأزمة اليمنية والضامن لاستقلال البلاد في مواجهة تدخلات الإقليمية الضارة بمصالحه وبأمن جيرانه وافق مجلس النواب بأكثر من ثلثي أعضائه في جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لعام 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لعام 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو من عام 2020 وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال في مستهل الجلسة العامة أنه ورد إلى مجلس النواب في تاريخ الثالث عشر من يوليو الجاري خطاب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مرفقا بقرار رئيس الجمهورية بشأن مد حالة الطوارئ أكد وزير الخارجي سامح شكري خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم بمقر رئاسة الفلسطينية بمدينة رمالة موقف مصر الدعم لاستعدة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق كان شكري قد وصل في وقت سابق اليوم إلى رمالة قادما من العاصمة الأردنية عمان جدد وزير الخارجي سامح شكري اليوم موقف مصر الرافد لاي إجراء إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية جاءت تصريحات شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجي والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رمالة أفدني فخمة الرئيس فتح السيسي لأنت الرسالة إلى فخامة الرئيس مدعباس رسالة دعم ومؤذرة واتزام مصري دائم بالدفاع عن حقوق المشروع للشعب الفلسطيني المحاكسة التليفونية التي تمت بين فخامة الرئيسين بالأمس كانت في هذا الإطار ومشرفت بلقاء مطول مع فخامة الرئيس والبيادات الفلسطينية في إطار استعراض آخر التطورات في وضع الرؤية المشتركة في استمرار العمل من أجل تحقيق المصالح والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لتأكيد على حل الدولتين والبرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعزمتها الكدس الشرقية وكيفية استمرار العمل المشترك في إطار التضامن العربي لتحقيق هذه الأهداف والوصول إلى هذه الغاية بالتأكيد التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية تعديدة ومصر أبدت في كل مناسبة رفضها لأي إجراءات إحادية لها تأثير سلبي على المصار العملية التفاوضية بما في ذلك أي إجراءات لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة من جنبه قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إن زيارة الوزير سامح شكري إلى رامالله في غاية الأهمية وإشهد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في حل القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني قم بها ثخرة الرئيس السيسي وأخي معالي الوزير سامح هي جهود جيدة مباركة ممتازة ساعدتنا جميعا حتى هذه اللحظة في مواجهة هذا الضم ونعمل بقيادة الشقيقة مصر لمنع الضم وبالتالي ما تحدثنا به اليوم كان في غاية الأهمية وهو تنسيق الجهود متابعة هذه الجهود للوصول إلى منع الضم وفي كيفية توفير المناخات المناسبة بكيفية العودة إلى المفاوضات بفن الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة والمتفق عليها دوليا كان هناك تطابق كبير في المواقف وكان هناك رغبة صادقة من قبل الطرفين في متابعة مثل هذه الجهود وتوافقنا على هذه المتابعة في الأيام والأسابيع القادمة فعلا نحن وباسم دولة فلسطين قيادة وشعب نشكر ففامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخي سامع شكري لكل هذه الجهود التي تقودها جمهورية مصر العربية لكي يتم تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تسييد دولته وفي الدفاع عنها وفي تود عن كل ما يحاول الانتقاص من كل تلك الحقوق ولمتابعة أوفى ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أشرف أبو الهولي الكاتب الصحفي بالأهرام أستاذ أشرف بعد التحية قراءتك للقاء وزير الخارجية سامح شكري بالرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم وتأكيد شكري على موقف مصر الدعم لاستعدة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أولا بدأت تحياتي لحضرتك وللكافة سيدة المشاهدين المسألة بسطة شديدة جدا أن مصر تؤكد للجميع أنه لا يوجد شيء في الدنيا يمكن أن يعطلها عن مساندة الشعب الفلسطيني الوقت الذي تواجه في مصر كثير تحديات من اتجاهات عديدة أنه لا يوجد شيء في المسألة والمسألة والمسألة للشعب الفلسطيني حتى النهاية للحصول على حقوق المشروعة لتحقيق أمنيه وتطلعات لإقامة دولة على حدود وقامت بالرابعة مليون وسبعة وستنين وعاصمة يالكتس ولا في سبيل ذلك يعني تنرسق على أعلى درجة مع السلطة البطنية المستدينة ومع القوى البعاء في المنطقة وفي العالم وتمارسق عن أمريكا وعائل إسرائيل من الانتصالات ومن سلم التغيال العلاقات للتغيال العلاقات وفي العالم في العالم جاءت تكفيذ بكل هذه المعاني جاءت تكفيذ إلى أن مصر يعني تعيش لحظات فارقة بأنها لا تنسى أبدا قبيلتها المركزية القبيل الفلسطين وتحريف فلسطين والدولة الفلسطينية أستاذ أشرف كيف تنظر إلى توقيت هذه الزيارة خاصة وأنها وصفت من جانب وزير الخارجية الفلسطيني بأنها زيارة في غاية الأهمية توقيت هذه الزيارة وأهميتها في هذا التوقيت يعني نحن نعلم أن الإسرائيل يعني تجري بيئة كثير من المياه من أجل أن تنفق ما يسمى بخطة الضم يعني منذ حصلت إدارة نفاياه على دوق أقدر من إدارة ترامب لتنفيذ الضم تحت مسمى يعني أحياء عملية التلام وتحت مسمى التفاوض مع المسطينيين من أجل الحل ومن أجل الإقامة الدولة المسطينية فإسراء يتبحث عن أي وصيلة كانت لتجيب هذا المسطط سواء بالإعلام عن ضم أراضي المسطنطنات الكبرى مصلم عليه أدوين أو الهدف الأكبر هو ضم مطلق الضرور الأردن وبالتالي فمصر تعني خطورة التطورات داخل إسرائيل والانتصالات التي تتم بين شركاء الحكومة اليمينية الإسرائيلية الليكود وأزرق أبيض وأتحرك بقوة في هذا التوقيت يعني من أجل أن العرب كبيرا يخفونا مع الشعب الفلسطيني وأن مصر ستظل تسامج الفلسطينيون وترفض لأي خطوة من خطوات الضم حتى لو كانت خطوة مصيفة عملية ثمنية وقتل كل خطط التسوية وهو يعني ما يخططه العالم آدم عن تقريباً مع هذا يعني الولايات المستحدة ودول قليلة جداً أشكرك الأستاذ أشرف أبو الهولي الكاتب الصحفي بالأهرام على هذه المدخلة أكد الرئيس الصيني شي جينبينج لرئيس الفلسطيني محمود عباس وقوف الصين إلى جانب الشعب الفلسطيني وشدد تشي خلال اتصال هاتفي مع عباس على موقف بلاده ثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة والتمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما شدد على رفض الصين للإجراءات الأحدية الجانب التي ستعمل على تقويد فرص تحقيق السلام في إشارة ضمنية إلى خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين أن 77 لاجئا عادوا خلال 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبرين حدوديين إلى ذلك أفادت مصادر بسقوط قضيفة هون أطلقت من الأراضي التركية على حي سكني في القامشلي وقعا على الحدود مع تركيا ما أدى إلى إصابة مدنيين وتسعى تركيا إلى إحداث تغيير ديموغرافي بإبعاد المكون الكردي عن الشريط الحدودي وإغراقه بمئات الألاف من المدنيين الذين سيكونون أقرب إلى تركيا كما أن وضع اللاجئين في هذه المنطقة يمكن أن قرأ من استخدام هذه الورقة للضغط على أوروبا لتحصيل المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية قالت وكالة الأنباء السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم نقلا عن بيان لديوان أن الملك سلمان بن عبد العزيز دخل مستشفى الملك فايصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفخوص بسبب وجود التهاب في المرارة أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم ثم عن انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن نتائج اختبار المتاحة تظهر بوضوح تطور استجابة مناعية لدى جميع المتطوعين نتيجة التطعيم سجلت الهند رقما قياسيا جديدا بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتتجاوز الأربعين ألف حالة خلال أربعين وعشرين ساعة الماضية وأفدت وزارة الصحة الهندية أن ستمائة وواحد وثمانين شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما رفع عدد حالات الوفاء إلى سبعة وعشرين ألفا وأربعمائة وسبع وتسين وتعد الهند ثالث دولة في العالم من حيث أعداد الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل تواصل وزارة الداخلية جهودها لإقرار الأمن في جميع أنحاء الجمهورية يأتي ذلك من خلال شن العديد من الحملات الأمنية في المحافظات كافة استمرارا للجهود المبذولة في مجال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر لمكافحة أعمال التهريب من خلالها وضبط العناصر الإجرامية القائمة على هذا النشاط الإجرامي فقد نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري في إحباط محاولة تهريب أكثر من سلاسة وعشرين مليون قرص وعبوة منشطات ومكملات غذائية وخمسة وعشرين ألف جهاز قياس حراري يدوي وشيشة إلكترونية إلى داخل البلاد بالمخالفة للمشمول المستندي المشروع لإحدى الحاويات القادمة من الخارج عبر ميناء الإسكندرية البحرية وقدر قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة على تلك الأصناف المهربة بخمسة وثلاثين مليون جنيه استهدفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إحدى الشقق السكنية بالقاهرة يتخذها سلاسة أشخاص واكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وتمكنت من ضبطهم حال قيامهم بإجراء معاملات نقدية داخل الشقة وبحوزات أكثر من مليون وستمائة وستين ألف جنيه مصري وما يزيد عن أربعة ملايين جنيه مصري عملات أجنبية واعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأن حجم تعاملاتهم في مجال التحويلات المالية بلغت نحو مليون دولار أمريكي خلال العام الحالي داهمت الإدارة العامة لمكافحة المخادرات بالتنصق مع قطاع الأمن العام ومدرية أمن سوهاج مسكن أحد العناصر الإجرامية الذي كون هو وآخرين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بنطاق دائرة مركز شرطة التهطة بسوهاج ونجحت في ضبط عناصر التشكيل أثناء وجودهم بالمسكن وبحوزاتهم 25 قطعة سلاح ناري متنوع وكمية كبيرة من أجزاء أسلحة نارية و23 طربة لمخادر الحشيش إضافة إلى نحو 6 كيلو جرامات من ذات المخادر مجزأة وكمية من مخادر الأفيون وقدرة القيمة المالية للمواد المخادرة المضبوطة بـ 550 ألف جنيه تستمر الجهود التي تبدلها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لضبط جرائم غش المسلزمات الزراعية لما لها من أثر دار على البيئة والصحة العامة وخصوبة الأرض الزراعية حيث نجحت الإدارة وفي هذا الإطار في ضبط أربعة مصانع غير مرخصة بنطاق محافظة البحيرة بداخلها نحو 230 طن مبيدات ومواد خام و677 طن أعلاف و600 عبوة منتج نهائي مبيدات كلها مجهولة المصدر ومنها ما هو منتهي الصلاحية كما استطاعت الإدارة ضبط مصنعين ومحل بدون ترخيص بالمنوفية بداخلهم أكثر من 4 140 طن أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر ومحزور تداولها وسوف تواصل الإدارة جهودها لتحقيق مزيد من الانضباط في سوق إنتاج وتداول الأسمدة الزراعية والمبيدات بما يحافظ على الأراضي الزراعية والصحة العامة عبدالله بركات التلفزيون المصري فنرمني المتواصلة معكم ونتابع فيها بعد أخبار الاقتصاد بوتين يقول إن موسكو ستعزز من قدرتها الاستراتيجية والإمكانات القتالية للبحرية الروسية اشتركوا في القناة وسفحان الله أمرة سعر السق 1800 جنيه للتبرع بسق الأضحية في الحسابات والأماكن التالية مشاهدين والآن حنم موعد الوقف الاقتصادية وأهم أخبار المال والأعمال ومباشرة إلى زميل محمد عبد الحكم وأخبار الاقتصاد إليك محمد شكرا لك غدا أهلا بكم مشاهدين الكرام في أزل الوقف الاقتصادية أبرز ما فيها ارتفاع أسعار الزهب أربعة جنيهات جديدة بالسوق المصرية ومستوى قياسي لعيار 21 عند 808 جنيه ارتفعت أسعار الزهب في السوق المصرية مدعومة بارتفاع في الأسواق العالمية مع استمرار إقبال المستثمرين على الملازات الآمنة واستحالة من عدم اليقين بشأن موجة ثانية من إصابات بفيروس كورونا وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وزادت أسعار الزهب بنحو أربعة جنيهات ليسجل عيار 24 نحو 923 جنيها وعيار 21 وصل إلى 808 جنيهات ليسجل مستوى قياسي في عيار 18 بنحو 692 جنيها وبلغ سعر جنيه الزهب نحو 6464 جنيها بارتفاع وصل إلى 32 جنيها سجلت مؤشرات البرصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات الشراء من المؤسسات وصندوق الاستثمر المصرية والعربية بعد موجة هبوط خلال جلسات الماضية جعلت أسعار الأسهم أكثر جاذبية أمام المستثمرين وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايدة بالبرصة بنحو 4.5 من 10 مليار جنيها ليصل إلى 573.3 مليار جنيها بعد تداولات قلية وصلت إلى 3.6 مليار جنيها وحقق مؤشر البرصة الرئيسي اي جي اكس ثيرتي مكاسب قدرها 9 من 10 بالمئة استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في لقائه مع رئيس البرصة محمد فريد استعرض تطورات سوق الأوراق المالية المقايدة من حيث التعاملات في ظل جائحة كورونا كما تم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تلك الجائحة إلى جانب مناقشة إمكانية تدشين برصات منظمة منظمة لعقود المشتقات وتدشين شركات التسوية الخاصة بها وإمكانية تضمين طلبة الجامعات للاستثمار في البرصة المصرية بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس هيئة الاستثمار محمد عبدالوهاب تقريرا بشأن ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات خلال شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها أكثر من 15% مقارنة بشهر يونيو من عام 2019 وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن عدد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال يونيو الماضي وصل إلى 1672 مؤسسة مشيرا إلى أن إجمالي رؤوس الأموال للشركات والمنشآت المؤسسة بلغ 7.9 مليار جنيها بزيادة قدرها 71.7% مقارنة بيونيو من عام 2019 من جانبه وجه مدبولي بسرعة توفير الأراضي المطلوبة لتلك المشروعات ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الوزرية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرنسا وذلك بحضور وزراء الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والسياحة والأصار والقوى العاملة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وقطع الأعمال والتعاون الدولية والزراعة والتجارة والصناعة ونائب محافظة البنك المركزي ومسؤول عدد من الوزراء والجهات المعنية وخلال الاجتماع تم بحث عدد من المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير صناعة الغزل والنسيج كما استعرض وزير قطع الأعمال التطوير الجاري في منظومة المحالج كما تطرق الاجتماع لمناقشة خطة الدولة للتعامل مع ديناميكيات سوق عمل ما بعد فيروس كورونا ذكرت وزارة المالية أن العجزة الكلي للموازنة العامة للدولة وصل إلى ثلاثمائة وتسعة وثمانين مليار جنيها خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي الفين وتسعة عشر الفين وعشرين أي ما يعادل ستة فاصل خمسة من عشر بالمئة من الناتج المحلي الإجمالية وأوضحت المالية أن إجمالي الإرادات ارتفعها بنسبة إثنين فاصل إثنين من عشر بالمئة ليسجل سبعمائة وسبعة وثمانين مليار جنيها مقابل سبعمائة وسبعين مليار جنيها خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق وأضافت الوزارة أن إجمالي المصرفات ارتفع بنسبة ستة فاصل خمسة من عشر بالمئة ليصل إلى واحد فاصل واحد من عشر تريليون جنيها خلال أحد عشر شهرا نهاية الوقف الاقتصادي نعود من جديد إلى زميلات غادة إلىك غادة شكرا لك محمد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل مسيرتها نحو بناء أسطول بحري عسكري حديث وفعال وقال بوتين اليوم أن موسكو ستواصل سعيا لتطوير أسطول حديث جاهز للقتال وبناء سفن مجهزة بأسلحة ومعدات متطورة هناك نحو ستين سفينة بجانب سفن الدعم الروسية في الوقت الحالي في المناطق الرئيسية بالمحيطات سيتم تجهيز السفن الجديدة بأسلحة متقدمة وأنظمة تحكم وأنظمة اتصالات بعيدة المدى أطلقت دولة الإمارات نسبار الأمل الذي يعد أولى رحلاته إلى كوكب المريخ بنجاح من مركز تاني جاشيما الفضائي في اليابان في رحلة تستغرق سبعة أشهر لجمع بيانات عن الغلاف الجوي للمريخ والتغيرات التي تطرأ عليه مصبار الأمل الاسم الذي اختارته دولة الإمارات العربية المتحدة على أول رحلة فضاء عربية لاستكشاف كوكب المريخ ومن المقرر أن يقطع المصبار خلال رحلته مسافة 494 كم بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كم في الساعة كما أنه يتوقع وصوله إلى كوكب المريخ في فبراير عام 2021 وهو العام الذي تحتفل فيه الإمارات بليوبين الذهبي على تأسيسها المهمة الإماراتية التي تتكلف 200 مليون دولار تستهدف توفير صورة كاملة عن الغلاف الجوي للمريخ وأجوائه للمرة الأولى وذلك بإعداد دراسة يومية وفصلية عن التغيرات التي تطرأ على الكوكب للمرة الأولى سيتاح للعلماء حول العالم الحصول على رؤية شاملة للغلاف الجوي لكوكب المريخ في أوقات مختلفة من اليوم وفي فصول مختلفة وفي حال قرر الإنسان العيش على المريخ فهو سيكون بحاجة للتكنولوجيا الضرورية للبقاء على قيد الحياة فيما يتعلق بالمياه والطعام والطاقة المتجددة وتدخل الإمارات على ما استكشاف الفضاء بقوة وخلال السنوات الأخيرة نجحت في إطلاق ثلاثة أطمار صناعية للمراقبة وأصبح هزاع المنصوري أول إماراتي يصل إلى الفضاء في سبتمبر عام 2019 في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية ويأتي مسبار الأمل تتويجا لمشروع الإمارات نحو الفضاء كما أنه يمثل خطوة كبيرة في خطواتها الطموحة نحو إقامة مدينة سكنية على الكوكب الأحمر بحلول عام 2117 فانوراماني المتواصلة معكم ونتابع فيها بعض أخبار الرياضة مجازر وزارة الزراعة تستعدوا لاستقبال عيد الأطحى المبارك وعودة من جديد مشاهدين لزميل محمد عبدالحكم وباقى من أهم الأخبار شكرا لك محمد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق النشبة في منطقة التوفيقية بمحافظة القاهرة في إحدى العمارات السكنية حيث تم الدفع بست سيارات إطفاء من الحماية المدنية لسيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح في حين أسفر عن أضرار مادية بسيطة يستقبل المصريون بعد أيام قليلة عيد الأطحى المبارك وبهذه المناسبة أعلنت المجازر التابعة لوزارة الزراعة حالة الطوارئ لاستقبال الأضاحي والكشف على اللحوم للتأكد من صلاحيتها من هنا تبدأ الرقابة على اللحوم والأضاحي فهي رقابة مبكرة على الزبائع من خلال الكشف عليها للتأكد من صلاحيتها وخلوها من أي أمراض وفي مجزر البستين بمحافظة القاهرة تم رفع حالة الطوارئ وتشديد الرقابة على اللحوم للتأكد من صلاحيتها من أول أيام العيد الأطحى المبارك هيتم طبعا فتح أبواب المجزر بالنسبة للمضحيين بعد صلاة العيد مباشرة قبل طبعا ما المضحي هيخش طبعا من الضحية بتاعته طبعا بيكون هو نقاها خلاص وجايبها وجاي عشان يتباحها فيه ديكاترة موجودة هنا بيتم فحصها برضو مع طابلة الزبح طبعا وطبعا احنا بالنسبة لنا طبعا بنتمنى ان الناس طبعا تطبق الشارع بالنسبة للضحية وطبعا يجيب السن المناسب لها أما بالنسبة له هو منامش تاره وجايب يضحي فهيكش يتباح إذا كانت مطابق عليها الشروط الصحية بعد كده طبعا بيتم طبعا بموجودين الجزارين زي ما احنا قلنا اللي هو المضحي هيتفق معاهم على أجرة الدبيح بتاعته رسالة طمؤنا بعثها الأطباء البيطريين للمواطنين مفادها أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق اللحوم ولكن عن طريق التلامس ما فيش أي مصدر علمي لحد الوقت أثبت أن اللحوم بتنقل الكورونا الكورونا بتتنقل عن طريق الرزاز اللي هو قحة أو العص بالنسبة للشخص المصاب بالنسبة اللي هي كانت متحوال أول في الجمال أول ما ظهرت كان في سنة 2014 تقريبا فيه كانت ظهرت في الجمال في السعودية ده أول ظهور لها ما كانش بتقل الإنسان ساعتها بتتنقل الإنسان دلات عن طريق الرزاز لو أنا مثلا قد الله حامل الفيروس عطست أو كحيت وتنقل الغزاز لك أنت ومش لابس كمانة بتاعتك الطبية فهمك تنقل لي لك عن طيق اللحم كنتك تمسا مع اللحم أكل الشراب أو الكلام ده كله ما بتتنقلش لها عندنا ختم مدور اللي هو ده بنكشف به بنختم الدبايح اللي هي صغيرة في السن وعندنا ختم مربع بنختم به الدبايح اللي هي كبيرة في السن ماشي؟ بس أنا شغلتي إن أنا بكشف على الدبايح بعد ما تتعلق يعني بعد ما تتدبح بتتعلق ببدأ أكشف عليها هو ده بقى شغلي بقى أبدأ أمسك فيه عندي روتين وورك بمشي عليه كل يوم إيه روتين وورك اللي أنا بعمله إن أنا بقصد الدبيحة لازم دكون الدبيحة لون هابيض لون اللي أنت شايف لون الأبيض ويكون لامعة ما تكونش مطفية وعنات الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن وجود حملات للمرور على الأسواق لضبط اللحم الفاسدة والأختام المزورة بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مخالفات الزبح بالشوارع وخارج المجازر أيام قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك وهي مناسبة تتطلب تشديد الرقابة على الأضاحي والزبائح وذلك لضمان وصولها إلى المواطنين بجودة عالية من مجزر البساتين بمحافظة القاهرة أشرف مبارك النيل كل عامل وأنتم بخير نهاية النشرة وإليهم تذكرة بأبرز العنوين الرئيس السيسي يبحث هاتفية مع الرئيس الأمريكي تطورات القضية الليبية ومستجدات ملاف سد النهضة مجلس النواب يوافق على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الاستراتيجي الغربي شكري يؤكد خلال لقائه الرئيس محمود عباس في رمالة موقف مصر الدعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ختم فانورامانيل وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء